السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على القناة التقافة ومنوعات في درس جديد وموضوع جديد سوف نتكلم فيه اليوم بإذن الله عن موضوع جديد وهو عن كيف أعرف إذا كان الفيديو أو الموسيقى عليها حقوق طبع ونشر أم لا كيف أستطيع أن أعرف إذا كان أي موسيقى على اليوتيوب عليها حقوق طبع ونشر أم لا سوف أذهب إلى رمز البحث وأكتب مثلا عنوان لأغنية أعلم أنها مهمية بحقوق طبع ونشر على سبيل المثال وأدخل إلى الأغنية التي أعلم أنها مهمية بحقوق الطبع ونشر ثم آتي إلى هنا كما تلاحظون زر التحميل لا أعلم إذا كان يظهر لك بشكل جيد أم لا زر التحميل كما تلاحظ معي مشطب بخط بمعنى هذه الأغنية أنك لا تستطيع أن تحملها وتستخدمها عندما أضغط على زر التحميل على سبيل المثال تأتيني رسالة وتقول غير متوفر قراءة هذا الملف من دون إنترنت كما أيضا تقول لي ديزولي ست فيديو نبوبا أتر أجوتي أو موديل أو كونيكسين لا تيمكنك استخدام هذا الفيديو من دون وجود اتصال بالإنترنت هذا الفيديو محمي بحقوق طبع ونشر أما إذا كنت أريد أن أعرف كيف الفيديو ليس محمي بحقوق طبع ونشر على سبيل المثال أكتب في محرك البحث كما تشاهد معي على سبيل المثال بد أعسف ثم أبحث أدخل إلى الفيديو أو الموسيقى كما تشاهدون فإن زر التحميل موجود ومتاح وقد قمت بشرح ذلك مسبق في قناة أخرى لي على اليوتيوب هذا الفيديو مثلا محمي بحقوق طبع ونشر لا أستطيع تحميله إذن هو محمي بحقوق الطبع ونشر هذه هي الطريقة أو الوسيلة التي أعرف بها إذا كان بإمكان استخدام الموسيقى ووضعها في فيديوهاتي على اليوتيوب أو في مكان أماكن أخرى من دون تلقي مخالفات شكرا على حسن المتابعة والإصغاء حتى ألقاكم من جديد وإلى اللقاء شكرا على حسن المتابعة